أهلاً وسهلاً بكم في الوحدة التدريبية التاسعة في هذه الوحدة التدريبية سوف نضيء على الاستفادة من صندوق أدوات مبتركرة أي الاستفادة من وسائل الإعلام الجديدة والتكنولوجيا في هذه الوحدة التدريبية سوف نستكشف فرص إشراك الناس من خلال منصات الإنترنت وغيرها من المنصات القائمة على التكنولوجيا وكذلك من خلال أشكال أخرى من وسائل الإعلام الجديدة وتستكشف هذه الوحدة كيف يستخدم المتطرفون العنيفون هذه الأدوات نفسها بشكل كبير لنشر دعايتهم وذرع الكراهية بين الجماعات وترويع مجموعاتهم المستهدفة وجذب الدعم والمجندين وتستكشف أيضا كيف يمكن لهذه الأدوات أن توفر فرصا جديدة وجزابة لربط الناس والانخراط في الحيوارات التي تغير العلاقات وكيف يتم النظر إلى المشكلات أو معالجتها ونشر المعلومات بطرق يمكن أن توسع نطاق وصول البرامج وتزيد من قدرة المجتمع على الصمود لصد التطرف العنيف كما أيضا تقيم هذه الوحدة عددا من العوامل التي يجب مراعاتها عند استخدام الوسائل الإعلامية والتكنولوجيا الجديدة بالإضافة إلى المخاطر المحتملة إذن الأهداف العامة هي البحث حول كيفية استخدام المتطرفين العنيفين للتكنولوجيا لتعزيز التشدد وجذب المجندين في سياقهم الوصول بشكل أفضل وإشراك الناس من خلال وسائل الإعلام الاجتماعية والتكنولوجيا أيضا تجنب المخاطر الشائع عند استخنام التكنولوجيا لبناء القدرة على التكيف مع التطرف العنيف سنبدأ بالسؤال التالي تذكر حادثة ساعدتك بوقتي من الأوقات أو شي حدث معين التكنولوجيا كانت عامل إيجابة كان له قدرة إيجابية على أنه تخليك تتواصل مع شخص أو شيء ما بس كان عم بيساعدك بهدف الوصول لشيء ما كيف استخدمت الجماعات المتطرفة العنيفة التكنولوجيا في السياق الخاص بك؟ أو حتى بأي سياق كيف هاي المجموعات المتطرفة استخدمت التكنولوجيا لحتى توصل أكبر عدد ممكن من الرسائل تعيطة؟ كيف يمكن استخدام التكنولوجيا بما في ذلك وسائل الإعلام الجديدة لبناء الصمود أمام جاذبية التطرف العنيف أو لمكافحة التطرف العنيف؟ ومثل ما شفنا بالوحدة التدريبية السابقة كنا عم نحكي عن الإعلام وعن الرسائل استخدام الرسائل من خلال دعايات اللي كانت عم بتسير عوصائل التواصل الاجتماعي أو حتى عوصائل الإعلام كانت عم بتساعد بضحط أو إرسال رسائل بديلة لضحط عملية التطرف العنيف شو الأهداف المشترك لإستخدام التكنولوجيا في برامج مكافحة التطرف العنيف؟ أولا هي ربط الأشخاص المهمشين أو المعارضين للتأثر بالتطرف العنيف بالخدمات والفرص أول شيء يجب أن يكون عندنا هدف هو أنه نربط الأشخاص اللي هنا أكتر عرضة لموضوع التطرف بالخدمات والفرص اللي ممكن تساعدهم أن يكونوا عندهم قدرة صمود أكبر على مواجه التطرف العنيف ربط الأشخاص من مختلف الخطوط التقسيمية أكيد أننا عايشين بمجتمع منقسم وعندنا سقفات مختلفة ديانات مختلفة جنسيات مختلفة نربط الأشخاص اللي هنا من مختلف هذه الخطوط ليصوروا يفهموا على بعض وبالتالي يتقبلوا بعض بناء مهارات الأشخاص المعارضين للتأثر بالتطرف العنيف لما ببني قدرات الأشخاص بيصيروا أكتر وعي بيصيروا أكثر صمود أنه نتأثروا بالتطرف العنيف رفع مستوى الوعي حول الراديكالية والتطرف العنيف نعرف شيء يعني راديكالية والتطرف عنيف إنشاء رسائل إيجابية ومشاركتها دايماً ما ننطل ليكون في مشكلة لحتى نرسل رسائل إيجابية دايماً نكون بحالة تجدد لإرسال هيدا الرسائل تمكين المنظمات أو الأفراد للمشاركة بشكل أفضل في مكافحة التطرف العنيف من خلال بناء المعرفة والمهارات ما بس الناس اللي هن هيكونوا أكثر عرضة للتطرف كل أبناء المجتمع إن كان الأمهات المدرسين الناس الفعالين الممارسين الأشخاص اللي بيشتغلوا على الأرض كافة أطياف المجتمع هون حنكون عم نشوف فيديو هو عرض مختصر لبرنامج التبادل الافتراضي اللي بيساعر على عملية نشر السلام كمان عنا فيديو تاني اسمه تحدي التطرف هيدا مصدر مكتب وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون التربوية والثقافية وكمان بيحكي عن كيف فينا نعمل مبادرات لنشر السلام ولضحت التطرف بطرق إيجابية وكيف نتواصل فيها مع العالم من أطياف مختلفة شو الاعتبارات الخاصة اللي لازم ننتبه لها عند استخدام وسائل التواصل الاجتماع أو المنصات اللي على الانترنت أول شي نستهدف جمهورك نكون عارفين من هي الجهة اللي نحنا عم نستهدفها من هي يعني أنا ما فينا أحكي مع المهندسين مثلا مثل ما عم بحكي مع أطفال بعضهم بالمدارس استخدم الصور أو المقاطع الفيديو لجذب الاهتمام من كيف نحنا هلأ عم نعمل بهذا التدريب عم نستعمل فيديوهات تساعد لجذب الانتباه كمان نفس الشي قيد نفسك برسالة قصيرة واحدة لكل منشور ما نكتر كتير سلوغونات ورسائل نكون عارفين شو بدنا عارف عنا هدف واحد عم نحاول نوصل رسائل قصيرة لهيدا الموضوع استخدم الواسم هاشتاك نوصل رسم هاشتاك هيك لننشر عدد أكبر من الحملات اطلب من جمهورك القيام بعالون مثل ما عملنا بالتحدي الأقران نحاول نعمل مبادرات نطلب منهم يعملوا عمل مالة حتى ننشر أكبر عدد ممكن من المبادرات الفردية الإيجابية تفاعل مع الأشخاص التي تفاعلون مع منشوراتك عندما يكون ذلك مناسبة مش إذا أنا حطيت هاشتاك وحدا رد عليه تنشو لا علق اتفاعل معهم هذا شي بيساعدهم أن يضلهم على تفاعل عالي بهذا الموضوع طيب شو معقول تكون نقاط القوة والتحديات أمام إنشاء منصات تكنولوجية خاصة بك المكافحة التطرف العنيف لما نحكي عن منصات تكنولوجية نحكي عن بلوكات عن البلوك اللي بينعملوا على الإنترنت عن المنصة اللي ممكن تكون أكيدة بتكلفنا فأكيد فيه إلى نقاط قوة وتحديات خلونا نشوف بعض مننا شو هي الاعتبارات اللي لازم من راعية الممارسون عند تصميم مبادراتهم التي تستخدم التكنولوجيا أو عند إنشاء أدوات تكنولوجيا خاصة بهم لبرامج مكافحة التطرف العنيف كمان شو هيدا الاعتبارات اللي بدنا راعية لما نصمم هيدا النوع من المبادرات الممارسات الجيدة والدروس المستفادة الدولية حول التكنولوجيا في مكافحة التطرف العنيف أول شي لا شيء يتغلب على الواقع خلينا نحط براسنا إنه ما أنا هيدا المنصات هي حتخلينا نحد أو نخلص من التطرف العنيف لا الرسائل المضادة واحدها ليست هي الحل لازم نكون في عنا وقاية بالمجتمع المحلي نفسه التواصل هو جزء واحد فقط من الحل كم بدمج نهج مكافحة الصلاة المتطرفة العنيفة مثل الرسائل الإيجابية في استراتيجيات وسياسات مكافحة الإرهاب الأوسع يعني تكون جزء من كل السياسي والاستراتيجي الموضوع على حل عملية التطرف العنيف يعني مثل حد الأمهات حد النساء حد الناس اللي بيشتغلوا بموضوع التطرف العنيف شارك في نهج متعدد الأوجه مثل إزالة المحتوى المتطرف العنيف والتصدي للمعلومات القاطئة وتوصيل رسالتك الخاصة وجعل السباب أكثر صمودا من خلال الأنشطة والتعليم يعني هوني لاحظتوا دخلنا أنه ندخل المعلومات الإعلاء بالتكنولوجيا لا الشباب لأنه أكثر صمودة لما بيكون عندهم تعلم يعني كمان نشتغل عن موضوع التعلم والأنشطة اللصفية وغيره شارك في نهج يشمل المجتمع بأكمله يشمل ذلك تجيع المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص وكذلك الجهات الفاعلة المحلية هوني أكيد نشجع كل المؤسسات الحكومية وكل أطياف المجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات المحلية وأكيد الشباب بهيدا النهج تأكد من وجود الاتصاق والتنصيق تنصيق الجهود لضمان عدم تناقض الرسائل مع بعضها البعض والبناء على الجهود القائمة نحاول دايما نكون بحالة تنسيق مع بعض لحتى ما يكون في مشاكل بإرسال الرسائل ويكون رسائل مضادة النقاط المستفادة من هيدا الوحدة التدريبية من المراجح أن تؤدي وسائل الإعلام الجديدة والتكنولوجيا إلى تسهيل الراديكالية وتطرف العنيف بدلا من الدفع لهم أكيد نحن بنعرف أن وسائل الإعلام عم بتساعد بموضوع نشر التطرف العنيف كمان فينا نحن نستفيد منها نخليها نوع من أنواع تسهيل الرسائل المضادة أو البديلة للدفاع عن الدفاع والحد من التطرف العنيف يمكن أن يؤدي استخدام وسائل الإعلام الجديدة والتكنولوجيا في مكافحة برامج التطرف العنيف إلى توسيع نطاق الوصول وإلهام التغيير أكيد لما نحن منحط على وسائل الإعلام الجديدة إن كانت وسائل التواصل الاجتماعي أو تيفي أو راديو تكون عم بتساعدنا أكتر أنه نصل لعدد أشمل وأكبر لمبتالة تغيير أكبر لا يمكن لوسائل الإعلام الجديدة والتكنولوجيا أن تحل محل الواقع عندها مكافحة تطرف العنيف نحن اتفقنا أنه أكيد الوسائل التواصل لحالها ما بتكفي نحن بحاجة يعني وسائل التواصل الاجتماعي أو التواصل التلفزيون والراديو جزء من الاستراتيجية الواسعة قد يكون إنشاء منصات جديدة مقابل استخدام أو إنشاء مفضاءات على منصات قائمة أمر صعب ومكلف ولكن يمكن أن يكون فعالا أيضا نحن لدينا منصات موجودة بس أكيد إنشاء منصات جديدة ممكن يكون منيح وفعال بس نحن ما بدنا ننسى أنه هذا الشيء ممكن يكون مكلف بس فيه يكون عم ينشغل بطريقة فعالة شكرا كتير لأصغاءكم وإن شاء الله تكون هيدا الوحدة التدريبية نالت إعجابكم أهلا وسهلا فيكم